أيها الإخوة الكرام أدعوا ربكم تضرعاً وخفياً إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسن أيها الإخوة لماذا الدعاء عبادة؟ لأن الإنسان بفطرته لا يدعو جهة لا يؤمن بوجودها لا أحد يدخل إلى بيت فارغ ومخاطب جهة ليست موجودة يتهم بعقل أنت لا تدعو جهة لا تؤمن بوجوده وأنت لا تدعو جهة لا تسمعك وأنت لا تدعو جهة ليست قادرة على تحقيق ما تطلبين وأنت لا تدعو جهة تسمع وقادرة ولكنها لا تريد أن ترحمك أتدعو أعداء لمجرد أن تدعو الله عز وجل حكماً أنت مؤمن بوجوده ومؤمن بأنه يسمعك ومؤمن بأنه قادر على أن يلبيك ومؤمن بأنه يحب أن يلبيك خلقك ليرحمك لذلك يقول الله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعائكم يعني علامة المؤمن أنه يبع الله عز وجل لكن هناك تمهيد لابد أراد الله عز وجل لحكمة بالغة 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 أن يكون الإنسان ضعيفاً وخلق الإنسان ضعيفاً هذا ضعف في أصل خلقه والإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلم لماذا خلقه الله هلوعاً جزوعاً منوعاً ضعيفاً لأنه لو خلقه قوياً لاستغنى بقوته عن الله عز وجل فشقي باستغنائه خلقه ضعيفاً ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره يعني خلقنا ضعفاء وساق لنا بعض المصائب كي نتعرف إليه ونتصل به ونسعد بقربك ونذوق طعم القرب منه هذه النقطة دقيقة جداً علة الدعاء أن تتصل به هناك نخبة من البشر يتصلون بالله عز وجل من دون مشكلة من دون مصيدة من دون ابتلاء هؤلاء الأنبياء والمرسلون وكبار العلماء الصديقون الصحابة الكرام لكن عامة المؤمنين يحتاجون إلى بواعث إلى دوافع إلى محفزات أحياناً يبعف الإنسان أمام مشكله ليس له إلا الله يدعو الله عز وجل فيستجيب له فتزداد عقيدته بالله يدعو الله فيستجيب له ويذوق طعم القرب منه فيلزم هذا الباب كم من مشكلة سببت قرباً من الله كم من مشكلة سببت عودة إليه كم من مشكلة سببت قرباً منه كم من مشكلة سببت أن الإنسان بعد أن يعرف الله يزهد فيما سواء يعني أحياناً قصة يرويها بعض العلماء رمزية أن شاباً أحب فتاة وخطبها اشترط عليه واليدها وهو له عمل في الدعوة أن يلزم دروسه فلما لزم دروسه زاق طعم القرب وشعر بسعادة الإيمان يا مشكلة تأتي خلاصك فيها ساق الله لك مشكلة وأنت ضعيف أنت في الأساس ضعيف وخلق الإنسان ضعيفاً هذا الضعف في أصل خلقه لمصلحته لأن تجع إلى ربه فحينما تصيب الإنسان مشكلة ويرى الأبواب كلها مغنق لكن باب السماء مفتوح يتوجه إلى الله لذلك ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب حاجة فأقضيها له هل من سائل فأعطيه حتى ينفجر الفجر القصد من الدعاء الحقيقي أن تتصل بالله وأن تذوق طعم القرب منه وأن ترى ألوهيته الأمر كله بيده أجمل كلمة قرأتها عن الدعاء أنه يقوي العقيدة أنت ضعيف والأمور صعبة جدا وفي مشكلة كبيرة جدا لا تحل قمت في الليل وركعت ركعتين وتوجهت إلى الله عز وجل وقلت يا رب ليس لي سواك في اليوم التالي في تبدل جزري الذي كان مصرا على منعك تساهل معك ما الذي حصل تشعر أن الله بيده كل شيء بيده من هم دونك من هم فوقك بيده الأقوياء بيده الجبادرة يعني سيدنا موسى لما لم يقتله فرعون لما هابه وأجر معه مناظرا وجاء بالسحرة الأمر بيد الله عز وجل قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي يا رسول الله لقد رأونا في الغار قال له يا أبا بكر ما ظنك بستيني الله سالسهما يعني أنا الذي أراه وأرجو أن أكون على صواب أما الهدف من الدعاء أن تتصل بالله المشكلة التي ساقها الله إليك باعث سبب وسيلة أما الهدف أما الهدف أن تقترب منه أن تدعوه إن دعوته أجابك إن استغفرته غفر لك إن تبت إليه قبلك إن تضاءلت أمامه رفعك لذلك أيها الأخوة الإنسان خلق ضعيفاً ليفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره ولو خلق قوياً لستغنى بقوته فشقي في استغنائه خلق ضعيفاً ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره ولم يخلق قوياً لألا يستغني عن الله بقوته فيشقى باستغنائه وخلق الإنسان ضعيف لذلك الباعث الديني من ضعف الإنسان حتى الذين آمنوا بآلهة ما أنزل الله بها من سلطان الآلهة الذين اخترعهم الناس هم يلبون حاجة عندهم حاجة الضعف عندهم الإنسان ضعيف فيخاف من مرض عضال فيخاف من فقر فيخاف من مشكلة بيته بخاف من علاقة سيئة مع زوجته بخاف من علاقة سيئة في عمله وخلق الإنسان ضعيفة هو ضعيف ليقوى بالله فقير ليغتني بالله جاهل ليستنير بنور الله هذه علة الدعاء أنت تصل بي يعني بربك بالمثل الواضح أب عنده ابن وجاء فصل الستاء كل برد سديل وهذا الابن ليس عنده معطف يقيه البرد يعني هل هناك أب حكيم عاقب رحيم قوي غني لا يعطي ابنه هذا المعطف إلا إذا سأله لا كمال الأب يقتضي أن يعطيه المعطف سأله أم لم يسأله ولكن حينما يؤخر شراء المعطف يأتي الابن ويسأل الأباه هذا المعطف يقول له حبا وكراما يا بني أنت ابني أنت غال عليك نشأ علاقة العطاء عطاء والمنع منع أدق من ذلك يعني الله عز وجل يتصرق بحكمته وبرحمته وبعدله والدعاء لا يقدم ولا يؤخيه ولكن الدعاء تذوق به طعم القرب الدعاء تذوق به طعم القرب يعني أيام بيكون في خطة إلهية مهما دعونا ليستجابلنا لا لأنه لا يحبنا ولكن تماما كإنسان مفتوح بطنه بعمل جراحه والعملية طريبة تحتاج إلى عشرة ساعات والمرض خطير والطبيب ماهر ومحسن ومتفور فجاء أولاد هذا الأب المريء الملقى على سرير العمليات يرجون الطبيب أن ينهي الأمر لا بد من أن تأخذ العملية أمدها يعني ندعو الله كثيرا فإن لم يستجب فنحن في عناية مشددة نحن في عمل جراحي صعب جدا إلى أن تنتهي العملية فلا تيأسه ولا تغنطوا بالروح الله وتفائل وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن لكن الله عز وجل يقول أدعوا ربكم تضرعا العبد عبد والرب رب شأن العبد الافتقار وشأن الواحد القفار القوة والكرم لذلك هذا المتألئ المستكبر هذا حجب عن الله رب معصية أورست ذلل وانكسارا خير من طاعة أورست عزا واستكبارا معصية إبليس استكباره ومعصية آدم ضعفه فنسيه ولم نجد له عزمة أما إبليس قال أنا خير منه ما كنت لأسجد له خلقتني من نار وخلقته من طين فرق كبير بين معصية الاستكبار وبين معصية الضعف لذلك أيها الإخوة الدعاء يقبل إذا أظهرت ضعفك أمام الله في علاقة دقيقة جدا كلما أظهرت ضعفك أمام الله كلما أظهرت افتقارك إليه كلما رفعك ما من مخلوق فيما أعلم على وجه الأرض أكثر افتقارا إلى الله من رسول الله وما من مخلوق رفع الله ذكره وأعزه في الدنيا والآخرة كرسول الله علاقة عكسية كلما ازددت خضوعا لله كلما مرغت جبهتك في أعتاب الله كلما قلت يا رب أنا عبد ضعيف يعني اسمحوا لي أن أقول لكم هذا النص نور الدين الشهيد الذي واجه المقول مرة سجد قبل معركة قال يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره انصر دينك يا رب كلما ازددت افتقارا إليه كلما غمرك بالعطاء كلما رفع ذكرك كلما أعزك كلما ألقى عليك الهيبة وكلما قلت أنا وأنا فخرج على قومه بزينته قارون قال إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض جرب قل أنا يتخلى الله عنك قل الله يتولك الصحابة الكرام وهو النخبة الخلق في بدر وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام افتقروا إلى الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة مفتقرون دعفاء في حنين أقوى قوة في الجزيرة فتحت مكة ودانت الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها بعد حنين قالوا في أنفسهم وهم الصحابة الكرام لن نغلب من قلة قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليت المدبرين يعني درس بليغ درس حنين ودرس بدر ببدر قالوا الله فتولاهم الله بحنين قالوا نحن كسر فتخلى الله عنه بعملك بزواجك ادخل إلى البيت قل بسم الله الرحمن الرحيم اخرج من البيت قل اللهم إني أعوذ بك من أن أظل أو أذل أو أذل أو أذل أو أن أجهل أو يجهل علي الله بتولاك يسدد خطاك يمتقك بالصلاب يلهمك الحكمة يلقي عليك هيبة يهبك الناس قل أنا متفوق عندي خبرات متراكمة الناس كلهم يحبونني ترى استخفافا من الناس وتخليا من الناس يصعقك لأنك قلت أنا أيها الإخوة لذلك الدعاء يحتاج إلى خضوع إلى تضرع إلى افتقار أنت حينما تفتقر للواحد الديان يرفعك في أعلى عليين يمنحك الحكمة يمنحك الهيبة يمنحك الوقار يمنحك القوة يمنحك العلم يمنحك النجاح التفوق اخضع تذلن وما لسوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفعك وما لسوى قرعي من بابك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرع لا تعتمد على أحد اعتمد على الله لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي ولكن أخ وصاحب في الله لذلك ادعوا ربكم تضرعا يعني أظهر بعثك أظهر افتقارك إليك تذلل بين يديك مرغ جبهتك في أعتابك قل يا رب أنا جاهل علمني أنا ضعيف قوي أنا فقير أغنيني يا رب أنا لست حكيما ألهمني الحكمة يعني سيدنا يوسف نبي عظيم قمة في مجتمعهم قال رب إن لم تصرف عني كي لهن أصف إليه وأك من الجاهلين حتى استقامته وعفته ما نسبها إليه إن لم تصرف عني كي لهن أصف إليه وأك من الجاهلين شأن العبد الخضوع وشأن الله العطاء بقدر ما تخضع يرفع شأنك ألم تقرأ قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك رفعنا لك ذكرك وهذه الآية تنسحب على كل المؤمنين بقدر استقامتك وطاعتك وإخلاصك يرفع الله لك شأنك نلقي محبتك في قلوب الخلق إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق وإذا أبعض الله عبدا ألقى بغضه في قلوب الخلق لا أحد يحبه إذا أحب الله عبدا كتب له القبول عند الخلق لذلك أدعوا ربكم تضرعا أظهر ضعفك أظهر تدلنك مرغ جبينك في أعتابه أيها الإخوة لكن أدعوا ربكم تضرعا وخفيا رفع الصوت بالدعاء التفاصح بالدعاء الكلمات المنمّقة بالدعاء الدعاء الطويل ساعة أحيانا حدثني أحد العلماء كان في حفل بدأ المتكلم بالدعاء خمس دقايق عشر دقايق ربع ساعة آم نام فقال لأين وصلت هذا عدوان رفع الصوت عدوان والإطالي عدوان عدوان في الدعاء أيها الإخوة يجب أن تتأكد أنك إن دعوته أو لم تدعوه لا يفعل معك إلا الأصلح فإذا كان الأصلح لك أن يستجيب لك استجاب لك وإذا كان الأصلح لك أن لا يستجيب لا يستجيب لكن حقك في الدعاء محفوظ دقيق إذا كان الأصلح لك وهو الحكيم الخبير أن يستجيب لك استجاب لك إذا كان الأصلح لك أن لا يستجيب لا يستجيب لك ولك أجل الدعاء ويقرب لكن مضمون الدعاء لا يتحقق لذلك الله عز وجل لا يفعل إلا الأصلح لك دعوته أو لم تدعوه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو جر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون لأن الله علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعني واحد طموحه أن يكون ذا دخل غير محدود فالله عز وجل شاءت حكمته أن يكون ذا دخل محدود يوم القيامة حينما يكشف الله لك عن الذي ساقه إليك عن الظروف التي وضعك فيها لماذا أنت من فلان ومن فلانا لماذا جئت في هذا العصر ولم تكن في عصر الصحابة لماذا كنت من ريف أو من مدينة لماذا كنت وسيما أو لست وسيما لماذا كنت حد الذكاء أو أقل من ذلك حينما يكشف الله لك ما ساقه لك في الدنيا يجب أن تذوبك الشمعة شكرا لله على ما ساق لك في ذلك مشكلة البشر مع خالقهم يوم القيامة في كلمة واحدة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أيها الإخوة يا رب اصرف عني هذا البلاء كله أنت الكريم يا راتي أدعوا ربكم تضرعا وخف يا صوت منخفض إذ مادى ربه نداء خفية كنت في بلد إسلامي ودخلت إلى أطخم مسجد في إفريقيا يعني يقترب من الحرم النبوي الذي أشاد هذا المسجد استقبلني وقال لي كنت في سجن الفرنسيين وقت الاستعمار وضعت التعذيب بعيني أقسم لي بالله قال لي لم أحذق شفتاي لكنني أضمرت إذا أنجاني الله من هذا البلاء سأبني له أطخم مسجد إذ نادى ربه نداء خفية أنت لا تحتاج إلى صوت مرتفع أيام بتلاقي الدعاء بتز المنظر ادعوه همسا ادعوه سرا لا تحفق شفتيك إذ نادى ربه نداء خفية أيام بتكون بظرف ما فيك تحكي لك بألبك يا رب ترجي يا رب ليس لي إلا أنت لما الحجاج جاء بالحسن البصري ليقطع رأسه لما دخل رأى السياف وقف واضح وضوح الشمس جاء ليقتل حرك شفتيك لم يفهم أحد ما قال فإذا بالحجاج يقف لهم جاء ليقتله ويقف لهم يقول أهلا بأبي سعيد أنت سيد العلماء وما زال يقربه من مجلسه حتى أجلسه على سريله واستفتاه وأكرمه وعطره وضيفه وشيعه إلى باب القصر السياف صعب لماذا جاء أبي جاء أبي لأقتله الحاجب صعب تبعه الحاجب قال يا أبا سعيد ماذا قلت لربك قال قلت له يا ملاذي عند كربتي يا مؤنسي في وحشتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم ما بتحتاج إلى صوت مرتفع ولا إلى فصاحة ولا إلى سجع وإلى كلمات رمانة ما بتكتبعي إخوة كسر ما الدعاء المرغوب لك قدعه باللغة العامية يا رب دخيلك ما لي غيرك بأبلى منك بده قلبك بده انتفاتك بده تضرعك بده تذللك بده قربك لذلك أيها الإخوة ادعوا ربكم تضرعك وخفر بلا صوت مرتفع بلا فصاحة زائدة المتنطعون المتفيقهون الذين يدعون دعاء بصوت عالي جدا بتنسيق بسجع هذا مصنوع ما في حرقة الدعاء والإخلاص أيها الإخوة حظك من الدعاء دقيق حظك من الدعاء ليس الإجابة ولكن الاتصال الإجابة محققة أو غير محققة إن كان تحقيقها لصالحك فهي محققة وإن لم يكن تحقيقها لصالحك فهي ليست محققة هي محققة من دون دعاء ولا تحقق مع الدعاء الدعاء وسيلة للاتصال بالله عز وجل ولأن تذوق طعم القرب منه وحلاوة المناجاة له لكن الذي يفعله الله هو الأصلح لك أعجبك أم لم يعجبه وسوف يعجبه لكن أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين هذه الآية تحمل على معنيين لا يحب المعتدين في الدعاء بالإطالة ورفع الصوت ولكنه أيضا لا يحب المعتدين على إخوانهم وعلى المؤمنين أي إنسان يعتدي لا ينهم الدعاء في حجاب عن الله عدوانه يبعده عن الله عز وجل يعني المعتدي لا يستطيع أن يدعو الله في حجاب كبير أخواننا الكرام أحيانا الدعاء في عدوان بالإطالة أو برفع الصوت قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه تنوب الهداية تنوب الإيمان تنوب عمل صالح تنوب أن يجعلك الله عالما أن يجعلك داعية تنوب زوج صالحة يا ربي جميلة تنوب صالح لذلك هناك عدوان في مضمون الدعاء طبعا الأنبياء قمم في الكمال لكن ليعلمنا الله من بعض الآيات ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين أيام يا ربي تنتقن منه أيام الله ينصر دينه بالقوي من دون أن يشعر صدقوا أيها الإخوة ولا أبالغ ما من قوي على وجه الأرض طاغي من آدم إلى يوم القيامة إلا ويوظفه الله لخدمة المؤمنين بس خدمة سلبية ليست إيجابية لخدمة أهل الإيمان من دون أن يشعر ومن دون أن يعيد ومن دون أجر ولا سوا هذا العدور دوره أن يشد الناس إلى الله شدته وغذته وتعيانه وجبروته يرجع الناس إلى باب الله لذلك مرة سئل تيمر لنب من أنت والله أجاب إيجابي رائحة قال أنا غضب الرض الإنسان يغضب يكسر يرفع صوته يخبط الباب إذا الواحد الديان غضب يرسل طاغية إن أحسنت لم يقبل إن أسأت لم يغفر إن رأى خيرا كتمه إن رأى شرا أبع ما في إنسان يطغى إلا ويسوق الناس إلى باب الله تلاقي البلاد الغنية جدا مستغنية عن الله في بلاد فيها مشكلات كثيرة تلاقي المساجد منتدئة الحجاب منتشر الشباب في المساجد هل تعلم ما السبب؟ في شدة شديدة جدا هذا القوي لو يعلم أنه موظف عند الله لخدمة المؤمنين لا يصدق وبلا أجر وبلا سواب وبوزر وعقاء إن فرعون على في الأرض هذه الدليل على في الأرض يعني لمجرد أنه قيل له سيأتي طفل من بني إسرائيل يقضي على ملكه قضية سهلة جدا أي طفل يجب أن يقتل والمولد التي لا تبلغ عن طفل زكار تقتل مكانه إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين دقيق الآن ونريد أن نمنى على الذين سبعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامانا وجلدهما ما كانوا يحذرون أنت استلح مع الله فقط استلح مع الله يغير الله لك كل شيء الآية التي بعدها ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها يعني هل بإمكانك أن تبغي إشراق الشمس؟ لا بزوغ القمر؟ لا نظام الليل والنهار؟ لا خصائص المعادن؟ لا هذه لا تأتمر بأمرك لكنك مخير فيما كلت بإمكانك أن تصدق أو أن تكذب أن تخلص أو أن تقوم أن تحسن أو أن تسيء أن تنصف أو أن تجحد بإمكانك فلذلك أيها الإخوة ما دام هذا بإمكانك إياك أن تفسد في منهج الله اتزوجت زوجة إياك أن تسمح لها أن تبرز مفاتينها في الطريق أنت أفسدتها لما سمحت لها أن تخرج هكذا انتبعت إلى مفاتينها فأصبحت تظهرها لا لك بل لمن لا يستحقها بل للأجنبي بل للذئاب أنت أفسدتها ربيت أولاداً ربهم على طاعة الله لا على منهج استوردناه من الغرب ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه الآن موضوع ثاني أول آية تضرعاً وخفياً هنا خوفاً وطمعاً ادعوه خوفاً وطمعاً خوفاً من صفات جبروته ومن صفات جلاله خوفاً من جبروته وطمعاً برحمته ادعو ربكم تضرعاً وخفياً إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه وادعوه خوفاً وطمعاً قال إن رحمة الله خوفاً محط الشاهد هنا رحمة الله قريب من المحسنين ما عند الله لا تناله بالدعاء بل بالعمل بالإحسان أحسن إحسانك يقربك من رحمة الله قريب صيغة مبالغة على وزن فعيل بمعنى مفعول كقتيل يعني مقتول يعني إن رحمة الله قريب من المحسنين مقتربة أو مقربة من المحسنين إحسانك يقربك منها وهي مقتربة بإحسانك كلام دقيق هي أسم مفعول إن رحمة الله مقتربة منك من إحسانك إحسان مقرب الإحسان اسم فاعل اسم المفعول رحمة الله رحمة الله عطاءه رحمة الله الصحة من رحمة الله زوجة صالحة من رحمة الله سمعة طيبة من رحمة الله أولاد أبرار من رحمة الله رزق وفير من رحمة الله عمر مذيذ في طاعة الله من رحمة الله سكيم من رحمة الله حكم من رحمة الله أمن من رحمة الله سعادة من رحمة الله يعني عطاء الله في الدنيا والآخرة المادي والمعنوي مجموع بكلمة رحمة الله إن رحمة الله توفيقه تأييده حفظه نصره ألقى في قلبك السكينة ألقى في قلبك الأمن ألقى في قلبك السعادة ألقى عليك الهيبة خافك من حولك كلها من رحمة الله لك سمعة عطرة لسانك على كل فم ذكرك على كل بسان هي رحمة الله هي قريب يعني مقتربة بمعنى فعيل يعني قريب على وزن فعيل كأن تقول جريح أي مجروح مقتربة من أي شيء من المحسنين أحسن أحسن إلى زوجتك إلى أولادك إلى زبائنك إلى مرضاك إلى موكليك أيها المحامي إلى صاحب البناء أيها المهندس راقب الصب لا تهبن واجبك بائع أعطي الناس بضاعة تقبلها أنت أكلها أنت إياك أن تسيء للناس إحسانك يحقق أهدافك من الدعاء يعني الدعاء حظك منه القرب من الله أما مضمون الدعاء لا يكون بالدعاء بل يكون بإحسانك للخلب إن الله كتب الإحسان على كل شيء إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذرحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة تقول رجل صبور وامرأة صبور رجل معطار يستخدم العطر كثيرا وامرأة معطار رجل قتيل وامرأة قتيل إن رحمة الله قريب قريب للذكر والأنسة فاللغة هاتف أما إذا لم تقل إمرأة تقول قتيلة إذا في كلمة إمرأة لا تذكر ولا تؤنس إمرأة هي المؤنس إمرأة قتيل الآن بيقولوا النائب فولانه مثلا القاضي فولانه إن رحمة الله قريب لقضية لغوية من المحسنين المحسن إحسانه يقربه من الله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر